تتعاقب الأزمات في لبنان وتتوالى كسلسلة غير منتهية ترتبط كل منها بالأخريات تكدس النفايات في شوارع بيروت بات يمثل أزمة كبرى تهدد بانتشار الحشرات والقوارد الضارة بما يؤثر سلبا على صحة اللبنانيين في العاصمة الذين اختلطت لديهم مشاعر الألم والسخرية المرة مما يحدث في بلدهم نحن نشكر محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت وكلمين قيم على هذا الموضوع اللي عم بيسامه وبشاركه مع الحكومة السابقة ومع الحكومة الحالية بقتل الشعب بالزبال اللي حطينا بيروت التي كانت عروسا على شاطئ المتوسط صارت شوارعها مكبا مفتوحا للنفايات بين المنازل وأمام المدارس في مشهد يعكس جزءا من تداعيات أزمات لبنان المتشابكة مش عم يجوا يكبوا زبالة البيوت هون بس هون عم يجي كاميونات يفضوا زبالة عم يجي كاميونات عم يجي تك تك صغير وان في زبالة عم بجمعوها يكبوها هون هادي مشكلة سايبة لا بلدية لا درك لا شرطة ولا حدا ما عم بشلوها ما بعرف لاش متخنقين مع بعضهم مش قابضين مش سرقين الله أعلم بس عم تطلع براسنا نحن نقابة مقاول الأشغال اللبنانية تؤكد أن الشركات المتعهدة لرفع النفايات تعمل بنحو ربع طاقتها فقط بسبب وقوعها في صعوبات مالية مطالبة للحكومة بتحمل مسؤولياتها إزاء ذلك المطلوب من الحكومة ومن المعنيين بهذا الملف إيجاد الحل السريع كي لا نقف أمام أزمة حادة بتوقف أعمال المتعهدين إن كان محطات التكرير أو عمل كنس النفايات وجمعها وهذا سيكون له مشكلة بيئية كبيرة جدا على المجتمع اللبناني وبحسب مراقبين فإن أزمات لبنان لا تتعلق بشركات رفع النفايات بقدر تعلقها بفشل النخبة السياسية وسيطرة ميليشيا حزب الله وحلفائها على المشهد السياسي والاقتصادي تنفيذا لأجندات النظام الإيراني اشتركوا في القناة